أهلا وسهلا بكم مشاهدينا فيديو جديد من قناة كونتو فاكت 777 بداية الفيديو و أتمنى من الكل يشتركوا بالقناة و أكيد فعلوا الجرس و وصلكم كل الفيديوهات عطول اليوم الفيديو تابعنا هو عن أسئلة جدا همة بس وحدة يشتري السيارة مستعنة سوء السيارات مستعنة رومانيا جدا كبير والسيارات جدا أساسية و أكيد كثير منكم صار عندهم أصلا سيارات ما هي أسئلة جدا ضرورية أنا نقيت 10 أسئلة بس طبعا الأسئلة الهم هنا كثير 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 لا سأضعهم فيديو واحد فقط اليوم 10 من هؤلاء الأسئلة دعنا نشاهدهم على السريع أول سؤال مهم بس نشتري السيارة مستعملة عندنا أول شيء اسدير فاق نقوم بالفغاية نحن هول ما نسأل إذا السيارة عاملة حادث من قبل وهذا الشي ما نشوفه جدا بألمانيا عطول جدا هام بيكتبوا أول فغاية أو السيارة عاملة حادث إنه عاملة السيارة بزمان الحادث أو لا وشي بديه إذا أنت شتريت السيارة مكتوب عليها أول فغاية وهي طلعت إنه غلط لا عاملة حادث ما أنا أول فغاية فيك تروح على المحكمة وبترجع لك المصاري كلها وترد السيارة بغض النظر إذا كان بريفات ولا كان من شركة إذا الشغلة أنفال فغاية هي جدا هامة كثير عالم بتهمون الشغل في عالم مثل بعض إذا ما يشتري السيارة بطبيعة الحال الرخيصة إذا عاملة حادث من قبل ما رح تفرق إذا أول سؤال إنه هل السيارة عاملة حادث من قبل بعدها بفندن زيش بويلن وده قراتس عن فارسوك هون عم نسأل نحن إذا فيه بويلن أو قراتس شون البويلن قراتس طبعا بويلن هي شار إذا ما تعوج السيارة الفايت متل لجوة أو لبرة والقراتس هي الأحط مجروح السيارة طبعا هدول جدا همين هدول نعرفون هالشغلات زين شتاين شلاجة فور هندن فيه شتاين شلاجة شتاين شلاجة هني أكتر شي ميشوفون عغطى المحرك أو عصدام الأمامة هني طبعا متل ترجم الحرفي شتاين هني الحجرين شلاجة ضربات حجران هني ميشوفون متل ما قالت أكتر شي عصدام الأمامة وعغطى المحرك ومرات في عنا كمان هاقل شادن هني بيجي عصدح السيارة وهي بس ينزل برد كتير كبير بصير في هاقل شادن طبعا دول يتصليحهم جدا غالي شارة الهاج الشادن وفمتمنى الواحد ينتبهها هاي الشرال وخاصة على سطح السيارة المراهات مكتير واحد يطلع عليها بقدر ما بطلع غطل محرك وعصدام هذول جدا همين كيف حالة هادس اوتو شون جيهبت هذا هو السؤال الرابع كم واحد كان ملكا للسيارة من قبل طبعا جدا هم كل ما كان عادل المالكين اقل اذا بس شخص واحد ملكا للسيارة وانت سلمتها اكيد تكون احسن بيكون مهتم فيه اكتر السؤال البعض انه هدا له علاقة بالتصليحات والاعطال كلمة واحد تتصلح بتدخل فيه دفتر سنوي عبع طول بتدخل فيه كل المعلومات تصليحات اللي بتصير للسيارة في بعض السيارات بتلاقي انه فيه الى دفتر من اول ما اشتراها لحتى انت بدك تشتريها منه بتلاقي كل المعلومات نفصله هدا شي البرفكت طبعا شي المسالة انك تشتري هيك السيارة انك بتعرف كل شي تتم تصليحه بالسيارة عن تاريخ تبعه وفي السيارة طبعا واحد يشتريها كأنه ما يشتري بطيخة ما بيعرف شو صار فيها من قبل هدا شي جدا سيء بس مد ما قلت اكيد بس يحب يشتري السيارة غالية عشر تلاف ناشر الف يورو اكيد ممكن يهموا الامر اما اذا عم تشتري السيارة شرط الف يورو الفين يورو ما رح تفرق على الموضوع لانه بطبيعة حال واحد ما رح تضل معه وقت طويل السيارة وراح ترجع على تبيع يعني ما رح تفرق معه كثير اذا هدا له علاقة بتصليح السيارة او الانسبكسيون كمان الشرات الدورية اللي عم تصيب السيارة بالتغيير الزيت وغيره اذا تم ادخالها بهالدفتر هدا شي جدا هام السؤال بعضو وين 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 كيلومياتر استاند استي وقت اراع في الشيكهف هدا شي بديه اللي علاقة بالسؤال الخامس ونعم نسأل انه باي كيلومياتر استاند عداد السيارة اى عداد عاية مسافة كان اخر ادخال للشيكهف اخر ادخال او اخر تصليحة او اخر عطل تم ادخال لهذا الدفتر التصليحات اللي بيجي مع السيارة معظم السيارات طبعا اللي اللي عقل بيكون المالك تبعا مهتم فيها شو كان الكيلوميتاشتند لآخر مرة تم إدخال هالمعلوم فيها هذا جدا هام مثل ما قالت مشان نشوف نحنا آخر مرة آخر تصليحة آخر تغيير زيت شاط المحرك أو الفريمات أو أي شيء هام جدا بالسيارة آخر مرة قديش كان العداد وقتها مشان نعرف نحنا نقارن مع العداد الحالة مشوف قديش إلى وقت ما حدا مهتم بالسيارة السؤال السابع ما هو في الوقت المحرك وقتها مهتم بالسيارة شو تم إصلاح السيارة من السابق شو الشارات اللي كانت متعطلة السابقة و تم إصلاحها طبعا جدا هام بالسيارات مثلما بتعرفوا كل السيارات بعد فترة بعد وقت محدد بعد 100 ألف كيلو بعد 150 ألف كيلو في الشارات اللي تتعطل بدي تصلح شي بديه مية بالمية فجدا هام نحنا نعرف شو بدل بالسيارة من قبل هالفريما تبدلت هالأشعاط محركة تبدل الزيت شي بديهي بشكل دوري عم يتبدل شو آخر شي تم تسطحه بها السيارة شان نعرف نحنا لأنه كتير هام في سيارات كتير أو معظم السيارات نحنا مثلا نحبين نشتري نقول لغولف زيبن فيه نشوف نحنا على الانترنت شو الشغلات اللي بتعطل بشكل دائم بها السيارة أو بي أم أي بي أم اللي هي أو مرسيدس في الواحد يعرف مسبقا شو الأعطال يلي بتحصل لأي سيارة شغلات البدهية العطول بتتغير مثلا المحرك مثلا الغيار شو الشغلات العطول بتتغير ععداد محدد عمية ألف كيلو مثلا بيخرب الغيار لنقول فلازم الواحد يعمل شوي يبحث عن الموضوع يعرف شو الأعطال بتصير لها السيارة بالتحديد لهالكيلومتر 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 بالسيارة اللي بدنا نشتري منه هل أنت غيات هالقطعة عمية الفرامات يعني الغيار في مشكلة بالغيار في مشكلة بالمحرك لأنه في مشاكل عامي للسيارات بتصير عطول فلازم الواحد ينتبه على كثير هايك شغلات لأنه التصليحات بألمانيا مثل ما بتعرف إذاك تصلح بمحال ألماني وتدفع ساعة العمل الألماني كثير غالي الشي بديه إذا تعرف حدا الواحد بيعرفه شخصيا سيكون أرخص لأنه اليد العاملي هي اللي تلعب دور بغض النظر عن سعر القطعة فلازم الواحد يعرف هالشغاله السؤال الثامن هوني كمان عن توف زند ألت توف بغيشته 400 هوني كمان نفس النقطة عم نسأل نحنا على توف توف هو مثلا بتعرفه هو مثل فحص الميكانيك للسيارة بألمانيا كل سنتين بصير السيارة جديدة كي 3 سنين هوني إذا نحنا شفنا البغيشته بغيشته أو تقارير تعبوه الطف الأديمي بنعرف نحنا شو كان في الأعطال و شو المنجل شو الشغلات كانت نقصة بالطف السابقين بس نعرف على الشغلات نعرف نحنا شو تصلح فيه للسيارة و شو وضع السيارة على الضبط السؤال التاسع عن غايفن أو بروفيل ده غايفن الدولاب تبع السيارة نعرف نحنا قديش البروفيل تبعه و قديش ممكن نمشي فيه لأنه لم بتعرفه الرايفن بدنا نغيره إذا ما فينا نمشي فيه كتير و إذا واحد يحب زوما فينتر رايفن يغير صيف في الشتوي كمان بتكلفه فالمعلومة جدا هامل واحد يسأل عنه كمان بس تشتري السيارة هذا الشي جدا مهم والسؤال العاشر شالتت داسكت غيبة جوت و أنا عم نسأل عن الغيار إنه واحد بيغير بشكل كويس فيه ولا بتسمع صوت غريب ولا شو القصة للغيار و أنا إذا عم نشتري إحنا غيار عادي أو عم نشتري أوتوماتيك بغض النظر الواحد إذا رح يعمل بغوبة فارت إذا رح تعمل أنت تسوئة للسيارة تعمل لك فتلي فيها أو لا إذا الشغلات حلوية نسألهم أعجب إذا ما شفتم مشاهدينا هذول هن عشر أسئلة هامين بس نشتري سيارة إذا عجبكم هالفيديو أكيد رح يكون فيه جزء تاني لأسئلة تانية لأنه موضوع شراء السيارات هو جدا ضخم وأسئلة جدا هامي لأنه لازم نسأل نحن عن كشة بالسيارة بس نشتري كأنه واحد عم نشتري بطيخة ما بيعرف شو وجواتها مرة كتير نشتري السيارات وبعدين نكتشف الشغلات وأعطال واحد ما كان منتبه له من قبل فكتير هام نسأل عن موضوع ونتروه وننطلع عمليه قبل ما نتخذ قرار نشتري سيارة وهيك يبقوا خلص الفيديو تابعنا أتمنى يكون فاتكن وأكيد بشوفكم بالفيديو القادم شكرا اشتركوا في القناة